اشتركوا في القناة سؤال الترجمة واسئلة الامتحانات لازم ابقى فاهم فكرة معينة ايه هي اول حاجة ورد جدا ان الاقي كلمات في الترجمة انا ما اعرفهاش طبعا ده العادي وده الطبيعي تمام طيب اعمل ايه في الحالة دي لازم ابقى فاهم فكرة معينة ان الترجمة هي عملية نقل رسالة من لغة الى لغة اخرى باي طريقة وباي اسلوب وباي كلمات يعني انا ممكن اترجم بطريقة وزميل التاني يترجم بطريقة واحنا الاتنين صح طيب تعالا نشوف الكلام ده ونطبقه على ارض الواقع هنا بيقول لي translate into Arabic ترجم الى اللغة العربية طبعا انا عايز اترجم جملة زي دي اول حاجة بيقول لي بعض الحكومات بعض الحكومات تحجب او تحجز هارمفول سايت المواقع الضرر لكي تحمي they're citizens مواطنيها from من the drawbacks of the internet sites من مساوئ او اخطار the internet sites مواقع الانترنت طيب انا ابدأ اترجم هنا اول حاجة اشوف الجملة بدأت ب some governments بعض الحكومات block يعني تحجب يبقى انا ممكن اخلي الجملة اسمية وممكن اخلي الجملة فعلية يعني ممكن اقول بعض الحكومات تحجب او تحجب بعض الحكومات واللي اتنين صح يعني ممكن اخليها جملة اسمية وممكن اخليها جملة فعلية فانا ممكن اقول تحجب بعض الحكومات تحجب ايه قال لي harmful يعني ضار sites مواقع طيب harmful sites المواقع الضارة المواقع الضارة طيب to لكي protect تحمي يبقى لكي تحمي او لحماية their citizens مواطنيها مواطنيها طب انا عارف citizen يعني مواطن طب their citizens مواطنيها from يعني من يبقى from يعني من the drawbacks عيوب او مساوئ internet sites مواقع الانترنت وانا كده ترجمت الجملة بسهولة يبقى هقول some governments بعض الحكومات block تحجب harmful sites المواقع الضارة to protect لكي تحمي their citizens مواطنيها from the drawbacks of the internet sites من مساوئ مواقع الانترنت وكده ترجمت الجملة طب واحد بيقول انا ممكن اقول تحجب بعض الحكومات احنا عارفين ان الجملة ينفع تبقى يسمية وينفع تبقى فعلية وفي الحالتين اللي جابتين صح تعال نشوف الجملة التانية الجملة التانية بيقول وي او طب احنا عارفين كلمة او يعني يدين طب وي او يعني نحن ندين او ممكن نقول على طول ندين الط بالكسير كلمة الط يعني بالكسير يبقى we owe الط ندين بالكسير to the people الى الناس او الى الاشخاص او ممكن على طول اقول للاشخاص للاشخاص او الناس هو الذين يبقى كلمة هو يعني الذين made great contribution احنا عارفين كلمة great يعني عظيم و contribution مساهمات او اسهمات يبقى الذين قاموا او قدموا باسهامات باسهامات to make لكي يجعلوا زورلد المكان او العالم a better place يعني مكان افضل يبقى هقول لجعل العالم مكان افضل يبقى هنا هقول يبقى ندين بالكثير للاشخاص الذين قاموا او قدموا يعني انا هنا ممكن اقول قاموا باسهامات عظيمة لجعل العالم مكان افضل طيب هنا بيقول translate into english ترجم الى اللغة الانجليزية طبعا في طلب كتير بتقول لك انه الترجمة من عرب الانجليزي هي الاصعب هي فعلا اصعب لان انت محتاج يكون عندك بعض الكلمات طيب هنا بيقول المواطنة هي ان يتساوى ابناء الوطن الواحد فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يبقى المواطنة ان يتساوى ابناء الوطن الواحد فيما لهم من حقوق وفيما عليهم من واجبات طيب واحد يقول لي citizen يعني مواطن طيب يا مستر لما اقول مواطنة يعني ايه قال لي هقولك citizen ship citizen ship يعني citizenship قال لي citizen ship يعني المواطنة citizen ship citizen ship يبقى citizenship المواطنة is 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 هي the equality المساواة the equality يعني equality المساواة عايزة عايزة بين ابناء الوطن الواحد طيب ابناء الوطن الواحد اكثر من اثنين يبقى among واحد يقول لي ليه مستر اخدت among هقول له عشان among بين اكثر من اثنين بين ابناء الوطن الواحد اللي هما the citizens المواطنين يبقى كلمة citizens يعني المواطنون يبقى كلمة citizens يعني المواطنون of the same of the same عايزة اقول ابناء الوطن الواحد يبقى كلمة هوم لاند هوم لاند كلمة هوم لاند يعني وطن واحد انزير ان زير ضي انزير رايتس في حقوقهم and ديوتز وواجبتهم ديوتز يبقى كلمة ديوتز يعني واجبات يبقى هقول citizenship المواطنة المواطنة is the equality هي المساواة among بين the citizens المواطنين of the same home land من نفس الوطن الواحد انزير في الحقوق and والواجبات ويبقى انا كده ترجمت الجملة طبعا وصلت الفكرة الرئيسية وده اللي مطلوب في الترجمة هنا هنا بيقول لي ترجم الى اللغة العربية many people العديد من الناس او الكثير من الناس believe يعتقدوا ذات بان a nation's greatest attraction ان اعظم او افضل عوامل الجذب السياحي is its people هو شعبها and not وليس monuments only وليس فقط اثارها يبقى يعتقد الكثير من الناس او كثير من الناس يعتقدون يبقى انا هنا ممكن اخلي الجملة اسمية او فعلية فممكن اقول يعتقد الكثير من الناس بان او ان ان اعظم عوامل الجذب يبقى a nation's greatest attraction اعظم عوامل الجذب السياحي الجذب السياحي هو ايه الجذب السياحي nation للامة كلمة nation للامة يبقى كلمة nation يعني امة هو it's people شعبها شعبها كلمة people يعني شعب and and not وليس وليس monuments only وليس الاثار فقط الاثار فقط يبقى يعتقد ان الكثير من الناس ان اعظم عوامل الجذب السياحي للامة هو شعبها وليس الاثار فقط يبقى many people believe يعتقد العديد من الناس او العديد من الناس يعتقدون بان a nation's greatest attraction عامل الجذب الاعظم او اعظم عوامل الجذب السياحي is it's people هو الشعب and not monuments only وليس فقط الاثار طب هنا بيقول mass media وسائل الاعلام represented in متمثلة في television التلفزيون the radio الاذاعة and the press والصحافة have a vital effect لديها تأثير حيوي on every one على الجميع او على كل شخص تعال نترجم مع بعض يبقى mass media يعني وسائل الاعلام represented in متمثلة في television التلفزيون the radio والازاعة and the press والصحافة have a vital role لها كلمة effect يعني تأثير لها تأثير vital حيوي on على everyone الجميع او كل شخص يبقى وسائل الاعلام متمثلة في التلفزيون والازاعة والصحافة لها تأثير حيوي على الجميع يبقى mass media وسائل الاعلام represented in متمثلة في television التلفزيون the radio الازاعة and the press والصحافة have a vital effect لها تأثير حيوي on everyone طب هنا بيقولك ايه translate into english ترجم الى اللغة الانجليزية المعلم الناجح هو احد اعمدة بناء التعليم الناجح لذا وجب الاهتمام بالتطوير المستمر للمعلمين طيب المعلم الناجح كلمة ناجح يعني successful ومعلم teacher يبقى هقول a successful teacher teacher يبقى المعلم الناجح ما له مستر a successful teacher المعلم الناجح هو افضل عمود او اهم ركن او عمود في بناء التعليم يبقى is is يبقى is the most important pillar كلمة pillar يعني ركن او عمود كلمة pillar يعني ركن او عمود of building في بناء of building طيب كلمة building يعني بناء ممكن اقول forming تكوين عايز اقول تعليم ناجح successful طيب وتعليم education لذا يبقى اقول so يعني لذلك وجب we must we must take care يجب ان احنا نهتم او لذلك we must pay attention we must pay attention لي to عايز اقول التطويل المستمر طيب كلمة مستمر يعني كن تنيس continuous يعني مستمر وكلمة تطوير development develop develop منت طيب continuous development التطوير المستمر of teachers للمعلمون يبقى اللي جابها هتبقى a successful teacher المعلم الناجح a successful teacher المعلم الناجح is the most important pillar هو اهم عمود في بناء a successful education تعليم ناجح so لذلك we must pay attention يجب انه الاهتمام to continuous development للتطوير المستمر of teachers للمعلمون طبعا السؤال ده بيقول لي many people العديد من الناس will have jobs سوف يكون لديهم وظائف and live in peace ويعيشوا في سلام if we overcome لو تغلبنا على the economic problem المشكلة الاقتصادية يبقى ممكن اقول سيحصل العديد او الكثير من الناس على وظائف ويعيشون in peace في سلام if اذا overcome تغلبنا على the economic problem المشكلة الاقتصادية لو عجبكم الفيديو سيبونا لايك وتعليق ان احنا ننزلكم فيديوهات تاني لطلبة الازهر في الترجمة وبالتوفيق ان شاء الله وكان معاكم مستر احمد حازر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة